العربيات للجميع ده الشعار اللي هترفع شركات العربيات الفترة اللي جاية بعد طرح أول عربية كهربائية بسعر رمزي وبقى أقل من 300 ألف بكتير بس يترى إمتى العربيات دي بتنزل السوق وإيه الميزة اللي فيها والعربية دي هتطارد بكام أصلا كل ده أكتر هتعرفه بس تابعنا في الفيديو ده من بعد ما أسعار العربيات ولعت وزادت بشكل جنوني الفترة الأخيرة وفي شركات كتير فكرت إنها تطرح عربيات كهربائية وده لأنها بسعر أقل بكتير من العربيات العادية وفي نفس الوقت بتقدي نفس مهمها وكل وقت والتاني شركة بتعلن عن طرح سيارة كهربائية بسعر لحد دلوقتي منزلش الشارع والناس بتسأل يا ترى إمتى نقدر نشتريها الدكتور محمد الغمري رئيس مجلس إدارة شركة إيجيب سات أوتو أول شركة مصرية لتصنيع السيارات الكهربائية قال في تصريحات لجريدة الوطن من المفترض طرح السيارة بديل التوكتوك في الأسواق المصرية مطلع الشهر المقبل وقال إن السيارة المخطط تقدمها هتكون كهربائية بالكامل تعتمد على 60% من مكونات محلية وقال إن سعرها هيكون مهاود وهيبدأ من 250 ألف جنيه ولما تسأل عن مواصفات العربية قال إنها هتكون بطول 3.5 متر وعرض 1.600 سنتي وارتفاع إجمالي 1.600 سنتي وممكن تقطع مسافة 100 كم في الساعة بالشحنة الوحدة وسرعة 60 كم في الساعة وفي تصريحات الغمري لجريدة الوطن قال إن العربية هتكون مليانة مميزات زي البطارية ودي هيتم استرادها من الخارج بالتعاقد مع قبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة البطاريات الكهربائية المنتجة لبطاريات سيارات تسلا وده شيء مؤقت والميزة التانية مختصة بالتشغيل عشان هتكون ببصمة الوجه وفي حالة منح السيارة لأي شخص غير صاحبها هيكون ده من خلال أبليكيشن الموبايل ممكن صاحبها فيه يسجل بيانات الشخص من خلال التطبيق ولما يقرب منها ممكن تشتغله سواء مباشرة أو من خلال كود بيبعثه للشخص ده وبالتالي هيتم التحكم بطريقة ذكية في السيارة ولسه هيتم إجراء وسيلة تحرك للأربع عجلات الخاصة بالعربية عشان تتحرك في الأماكن الضيقة وفي أغسطس 2023 الغمر قال لجريدة الوطن أنه هيتم توقيع عقد تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية الصنع بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والشركة استعدادا لطرحها في الأسواق السندي بطرزين وقتها قال لننظر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في توفير الدعم المادي لتمويل مشروع نقل التكنولوجيا وتصميم وتصنيع السيارة الكهربية المصرية عشان يكون المشروع هو أول مشروع تشارك فيه أكاديمية البحث العلمي مش بس بتوفير التمويل ولكن كشريك مؤسس وقال لننا عملنا اجتماعات كتير مع قبرى الشركات العالمية العاملة في توفير مكونات السيارة الكهربائية بالصين لبحث اختيار أفضل المكونات للسيارة المصرية لضمان الجودة اللي متوقعها المستخدم المصري وبالمناسبة المهندس خالد شديد رئيس شركة النصر للسيارات واحدة من شركات وزارة قطاع الأعمال العام قال إن مصر على أعتاد تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع العام المقبل بخبرات صينية ومؤخرا نجحت الشركة بالتعاون مع شركة سكانيا العالمية الشريك الأجنابي في تصنيع أول إوتوبيس في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي وتنفيذة لاتفاق التعاون بين وزارة النقل وقطاع الأعمال العام ودلوقتي قلنا تشتري العربية الكهربائية لما تنزل السوق ولا لأ